موسيقى أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نسلط خلالها الضغو على مستجدات لقاء الكويت وإعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات أعلن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت تعليقه المشاركة في الجلسات المباشرة مع وفد الانقلابيين قالت مصادر سياسية إن الوفد الحكومي قرر تعليق مشاركته في المشاورات عقب اجتماع لمناقشة تداعيات الخروقات الأخيرة التي قامت بها الميليشيا ولفتت المصادر إلى اتصالات أجرها الوفد الحكومي مع سفراء دول الخريج والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لإطلاعهم على حجم الخروقات والسمرار الميليشيا بالحرب في كل الجبهات أكثر من عشرة أيام على انطلاق لقاء الكويت فيما لا تزال الفجوة قائمة بحجم الفرق بين الأهداف التي أعلنها الطرفان أحدهما يسعى للسعادة الدولة من يد الانقلابيين والآخر يسعى لإطفاء الشرعية على الانقلاب وفيما كان المفترض أن تكرس الأيام الفائتة لمناقشة أليات تنفيذ القرار 2116 درت المحادثات في حلقة مفرغة ولم تتمكن حتى اللحظة من إقرار جدول أعمال المشاورات مضطر ولد الشيخ إلى تجاوزه والاتجاه إلى الحديث عن الإطار العام لللقاء المبعوث الأممي قال في مؤتمر صحفي أن وفد الحوثين والمؤتمر حزب الرئيس المخلوع قدم ورقة تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة وتجتمل على عرض لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح وكذلك موضوع الأسرى والمعتقلين وجانب السياسي لكن مصادر في الوفد الحكومي أكدت أن الرؤية المقدمة من قبل وفد الحوثين والمخلوع لا تختلف عن الرؤية التي قدموها وهم لا يزالون في فندق موفمبيك مطلع 2015 عندما كان الرئيس هادي لا يزال تحت الإقامة الجبرية التفاول المفرط الذي يعبر عنه ولد الشيخ في مؤتمراته الصحفية ليس على الواقع ما يدعمه لا في جلسات المشاورات ولا حتى في جبهات القتال فقد بدأ أن الحوثين وحليفهم يبحثون عن وقف العملية الجوية لطيران التحالف فقط فيما يصاعدون من عمليتهم العسكرية على الأرض ويستمرون في اقتحام المعسكرات ونهبها كما حدث مؤخرا في معسكر العمالقة بعمران مستجدات مشاورات لقاء الكويت وتعليق الوفد الحكومي للمشاورات هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير جولة المحادثات في الكويت بشأن الأزمة اليمنية تتعثر الحكومة علقت مشاركتها في المشاورات واعتبرت أن استئنافها يعتمد على تصحيح مسار التفاوض والأحداث على الأرض ونوهت إلى أن وفدها جاء إلى الكويت أملا في تحقيق انتقال سياسي ينبني على القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة بحيث لا يكون فيه بقاء للانقلاب أو نفوذ للميليشيا وفد الحوثيين والمخلوح بدى غير مكترث لتحفظات الوفد الحكومي وكالعادة اعتبر مجيئه إلى الكويت فقط من أجل إضفاء الشرعية على الانقلاب ففي الوقت الذي يجري الحديث عن ضرورة تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات والمؤسسات تعكس تحركاتهم على الأرض وهم الحديث عن هذه النقاط فكيف بمن يضاعف من ترسانته العسكرية أن يذهب لتسليمها في الوقت نفسه وكيف لمن يكثف القصف أن يجلس على طاولة الحوار بنية خالصة تؤمن بالحل السلمي تعثرت المشاورات وما تزال في نقطة الصفر بعد عشرة أيام على انطلاقها فلا جديد حتى هذه اللحظة باستثناء ما كشف عنه المبعوث الأممي مر أن قدمتها الأطراف فيما يخص المرجعيات التي تستند عليها المشاورات مصادر في الوفد الحكومي قالت إن وفد الميليشيا يصر على تقديم الجانب السياسي وتشكيل حكومة قبل البدء بالإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار الدولي بينما تتمسك الحكومة بتنفيذ النقاط الخمس المتمثلة في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين ومن ثم مناقشة الخطوات السياسية أجوال جلسة كانت إيجابية وبناءة والجدير بالذكر أن كلا الورقتين تضمنتا الالتزام الكامل بالقرار الـ 2216 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس تعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني المتفائل الوحيد بهذه الاجتماعات العقيمة حتى الآن هو المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا أحد غيره يتوقع حدوث أي تقارب وشيك بين الأطراف الفاعلة في الملف اليمني وبعيدا عن التفاؤل المفرط الذي يعبر عنه ولد الشيخ في مؤتمراته الصحفية ليس هناك في الواقع ما يدعمه لا في جلسات المشاورات ولا في جبهات القتال ينضم إلينا مشاهدين الكرام عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي الأستاذ محمد ناجي علاو مساء الخير أستاذ محمد مساء النور بس يفعل الصوت قليلا أهلا وسهلا بك بكل تأكيد سيقوم الكنترول بذلك أستاذ محمد يجري الحديث عن تعليق الوفد الحكومي ومشاركته في المشاورات لماذا هذه الخطوة؟ بالتأكيد يعني ما جرى في المعسكر العمالكة استمرار حصار مدينة تعهد حصار المدن بشكل عام يعني استمرار عمليات العسكرية تصفر قاعدة العنز الصواريخ يعني كل هذه الأعمال العسكرية المستمرة يعني لا يمكن معها يعني السكوت من قبل الوفد الحكومي على مثل هذه ال... يعني أن وقفة لقنار هو من جانب واحد يعني عمليا وبالتالي كما لا بد الوفد الحكومي من أن يحدد موقف من هذه المسائل طيب يعني ما هو موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي من هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة هل من ردود فعل منهم حتى الآن؟ الآن الوزير الخارجي الكويتي مشكوراً التقى بنايب رئيس الزراء وزير خارجي اليمني ليسعى لحالة الأمور طبعاً الأمم المتحدة يمن تسعى في هذا الاتجاه طيب ماذا عن وفد الحوثين والمخلوع؟ هل من تعليق من قبلهم على هذه الخطوة؟ لا تعليق طيب في حال لم يتم تصحيح مسار؟ يدعون دوماً أن الطيران ما زال يحلق طيران إصطلاعي ويحتاجون على هذا ودائماً يتبركون بعض المسائل وأنهم يدافعون عن أنفسهم في تعز يعني يحاصرون مدينة يقتلون الناس غداءاً وقصفاً ويدعون بأنهم يدافعون عن أنفسهم في تعز يعني ماذا تنتظر منهم أن يقولون؟ طيب في حال لم يتم تصحيح مسار التفاوض وكذلك الالتزام الفعل بالهدنة على الأرض أو وقف العمليات العسكرية هناك ما الذي ستتخذه الحكومة أو الوفد الحكومي المشارك في المشاورات؟ هل ستنسحب أم ستضطر في لحظة ما إلى الاستجابة للضغوطات وإيقاف هذا التعليق؟ بالله لا أدري لا أستطيع أن أجزء بالخطوة القادمة لأن المسائل أيضاً تقطع لأعتبارات كثيرة ثم حريصة على السلام حريصة على حقم بناء اليمنيين حريصة على أن لا تغلق نافذة مهما الضوء التي يأتي منها من أجل الوصول إلى السلام وإلى عودة الشرعية وإنهاء آثار الانقراب وبالتالي المسائل في هذا الإطار لا تنبه بردة الحكومة النهائية طيب أستاذ محمد قبل أن تعلق الحكومة مشاركتها في المشاورات إلى إن كانت المشاورات قد وصلت لحظة إعلان هذا التعليق؟ لم تصل إلى شيء على أوراق التي قدمت كما تعلم أوراقة الحكومة وأعتقد أنها منشورة رؤية تلسيبات الأمنية واستعادة مؤسسة الدولة وانسحاب الماليشيات من المدن وكل هذه المسائل المؤلنة قد تمثل حكومة كخارطة الطريق بتنبيذ القرار 22-16 والحوثيون قدموا خارطة مختلفة تماماً تنقف القرار وكأنه لا يوجد قرار ولا يوجد حرب تمت ويطلبون ذهاب هذه وتشكيل مجلس رئاسة جديد كل هذا العبث الذي دوماً كانوا يقولونه في محوارات موفمبيك في 2015 عادوا ليقولونه اليوم بحباتيره في الكويت بذلك لا فاق ما زالت من حيث الحوار مسدودة فقط الذي جرى بأن الطرفين بضغط دولي يجمسان على طاولة المفاولات يعني تبادل يعني أنا أسميه إلى حد الآن يعني أعتبر المجتمع الدولي بأن ذلك إنجازاً مجرد أن يلتقي الوفدين على الطاولة المحيدة طيب أرجو أن تتفضل بالبقاءة معي أستاذ محمد ينضم إلينا الآن الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي من الكويت كذلك مساء الخير أستاذ غمدان أستاذ غمدان أستاذ غمدان كيف تبدو أجواء المشاورات بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته اليوم في النهاية التعليق سيبقى تعليقاً كما هو المصطلح المسمى به حتى هذه اللحظة ولكن فقط يبقى مسألة إلى كم من الوقت سيستمر هذا التعليق أعتقد أن الفريق الحكومي يعني يدرك حجم يعني صعوبة الاستمرار في التعليق هناك ضغوط كبيرة طبعاً تمارس على الأطراف السياسية هنا أعتقد أن هناك إصرار على مسألة النجاح بأي وسيلة من الوسائل وهذه المسألة قد تكون مؤثرة إلى حد ما في مسار المشاورات لكن ربما هي أيضاً مفيدة في استياق مسألة حالة الوضع يعني برغم الصعوبات أعتقد أن حتى عامل الوقت الآن ألغي من كل هذه الحسابات عامل الوقت أن تتم المشاورات لأسبوع أو لشهر أو إلى ما بعد رمضان أو إلى غيره من المدة الزمنية فأعتقد أنها ألغيت من هذه الحسابات ولم يتم تحديد سقف زمني لهذه المشاورات وبالتالي إذن ربما قد تشكل الضغوط من هنا أو هناك قد تشكل المسارات الدبلوماسية التواصل الدولي بجماعة العوتيين الجميع أيضاً في المقابل يدرك أن الحل حتى هذه اللحظة هو قرار وقف الحرب وبيد الحوتيين أولاً وليس بيد الحكومة الحكومة ربما قدمت ما يمكن أن توصل بالتنازلات وبررتها بأنها في سبيل إيقاف الحرب في سبيل وقت دهور عجلة المأساة الإنسانية وما إلى ذلك لكن أيضاً ربما حتى هذه اللحظة لن تعلن فضل متاورات طيب بحكم متابعتك ووجودك في كواريس هذه المشاورات كيف تتابع ردات الفعل حول عملية التعليق من قبل الحكومة سواء من قبل الحوثيين وكذلك من قبل طرف الحوثيين الإنقلاب وكذلك من قبل الراعيين بهذه المشاورات والدولة المصطدفة ردة الفعل أعتقد بازالت حتى هذه اللحظة مبررة أمان الله خصوصاً من المبعوث الأمم الذي وصفت المؤتمر الصحاسي نساء أمس ما يحدث تحديداً في تعز بأنه مأساوي وكارثي وهو يدرك أساساً لكنه لا يعلن يدرك أنه أن هذه المأساة والكارثة التي تحل في تعزيها يدرك من الطرف الذي يقوم بها وبالتالي يتعامل مع هذا الطرف ربما على هذا الأساس لكن ربما الموازين المهنية والاتبارات المهنية المرتبطة بالأمم المتحدة تجعله يبقى على مسافة من جميع الأطراف ويؤجل هذا الإعلان أما بالنسبة لدولة الكويت فقد بادر وزير الخارجية الكويت اليوم بعد إعلان التعليق بادر مباشرة بالتواصل مع وزير الخارجية اليمنى والتقى به ويكترح له الرئيس الوكس الحكومي اليمنى ووزير الخارجية هذه الأسباب التي أدت إلى التعليق وربما وصلته الرسالة بشكل جديد والكويت تتعامل مع الملف بأنه يهمها بالدرجة أساسية وبدرجة أولى ومع ذلك أيضا يبقى الأطراف الآخر ربما هو من يصنع هو من يصنع الإنجازات للطرف الحكومي من خلال تصرفاته بأذي طريقة يوم وراء آخر يتكشف هذا المشهد للمجتمع الدولي وربما نصل إلى قناعة أن المجتمع الدولي بات يدرك التفاصيل لأن هذه التفاصيل هي التي تخفى دائما بالحديث عن التفاصيل أستاذ غمدان دعني أعود إلى الأستاذ محمد ناجي أعلى وأستاذ محمد تحدث ولد الشيخ بالأمس عن موضوع الرؤى التي قدمها وفد الحكومة الشرعية وكذلك وفد الانقلابين وتحدث على أن هذه الرؤى متطابقة فيما يخص موضوع الالتزام بالقرار الأممي 2216 في ظل هذا الحديث من قبل المبعوث الأممي وفي ظل الاتهامات التي تواجهونها لطرف الانقلابيين بمحاولة التملص من هذا القرار كيف تقيم موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وحتى سفراء الدول الثماني عشر بخصوص المشاورات في الكويت يا أخي أنظر للأمم المتحدة في كل المجالات لا يمكن أن تتوقف عن الأمل في أن يصل الفرقاء إلى حلول يعني سوريا تقتل تمسح أبشع من اليمن أكيد رغم أن القتل قتل لكن أو قتلا لكن الأمم المتحدة وظيفتها أنها تظل تأمل تقلق ولذلك تهم موقف الأمم المتحدة أن يعني تجمع الناس على الطاولة وتسعى بقدر الإمكان أن يظلوا على هذه الطاولة حتى يسروا إلى حلول مهما طال الزمن هي لا تتوقف يقينا يعني ولذلك نحن يجب أن نحول الأمم المتحدة وكأنها طرط من أطراف النزاع تحبك الجيوش وتحبك العصائل العصائل يعني فقط توطي أمل تجمع الأطراف تسعى بالتوفيق تستخدم بغوط الدول الرائعة والإنسان 18 دولة رائعة لهذا الملف وبالتالي يعني تقييم موقفها هي مستثقة مع نسها ومع وظيفتها والدشاك الشكل وظيفة الأمم المتحدة وهو يقوم بها على أحسن وجه يقينا طيب الآن يجري الحديث عن وجود نصف تسوية أو ما يشابه التسوية يجري التحضير لها وإعدادها في مشاورات الكويت يعني هل تدرك الحكومة ذلك في حل أفوا أفوا ما هو موقفها من هذا الأمر أفوا أفوا لما أسمحك لم نكن واضح عن الصوت كان الحديث أستاذ محمد عن أنه يجري الكلام عن ما يشابه التسوية التي يجري التحضير لها في مشاورات الكويت يجري الإعداد لها وإخراجها في هذه المشاورات الحكومة ما موقفها من أي عملية من هذا النوع لما فهم السؤال يعني تجري السعي التسوية نعم يعني هناك سعي لهذه التسوية لكن الرؤى المطروحة حقيقة من قبل الطرف الآخر للإنقلابيين هي رؤى لا يمكن أبدا أن تنتهي إلى تسوية هي رؤى تريد رؤية تريد من هذه أن يغادر مكانها أن يسلمهم موقعه أن يقصم الطرف الآخر يعني للإنقلاب للنتائج للإنقلاب لذلك أنا أقول أنه فعلا المشكلة عويصة جدا الجماعة يمسكون بأرض جدهم كما يدعون ولا يهمهم الجنوب بالتأكيد الجنوب خلص خرج من عيدهم لكنهم في مساحة الجمهورية العربية اليمنية السابقة وهذا يهمهم وإعادة هذه المساحة إلى الحاضنة أو الجهة الحاكمة التاريخية وبالتالي ما قدمه حقيقة هو يمضي في هذا الاتجاه وفي هذا السياق المصاوضات حقيقة ستظل سراوح مكانها كما هو الحال في المفاوضات السورية ما لم تتغير الوقاية على الأرض إذن أشكرك محمد ناجي علاو عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت وأعود إلى أستاذ غمدان اليوسفي أستاذ غمدان تحدث قبل قليل على أن عامل الزمن تم إلغاؤه بشكل أو بآخر في هذه المشاورات هل يعكز ذلك مدى البون الشاسع بين مواقف الحكومة الشرعية ومواقف وفد الانقلابيين فيما يخص مشاورات الكويت بالفعل حين تم إلغاء العامل الزمن ربما كانت الأطراف الراغية لهذه المشاورات قد وصلت إلى هذه القناعة قصوصا ربما ليس فقط منذ البداية منذ تأخر الوفد الحكومي للطمع ولكن أيضا ما يتعزز كل يوم أتحدث بالتحديد عن مسألة الرؤية التي قدمت مؤخرا للمقصة الأممية والفارق في فهم الإشكالية ما بين الحوثيين وما بين الحكومة الحكومة تعتبر نفسها هي الطرف الشرعي والذي يفرض أن يعود أولا إلى ممارسة مهامه ثم ما بعد ذلك النقاش على الملقى السياسي بينما هم يعتبروا أن الحكومة قد قلت وبالتالي لا يدركون أن مسألة الحديث عن حل الحكومة أو ما شابه هو يعني بشكل أو بآخر هو حل المبادرة الخليجية والاتفاقات السابقة التي بنيت عليها المشهد السياسي منذ العام 2011 هذا هذا البون الشاسع ربما كما تحدث عنه هو متسبب بوضع الخارطة الزمنية المفتوحة لهذه المحادثات يعني أعتقد أن هذه المساحة الزمنية قد توصل الأطراف إلى تسوية معينة لكن بالتأكيد ستكون يعني كل المؤشرات تقول أن هذه التسوية ربما قد تكون على مسألة محددات يفترض أن تتهم وهذه المحددات ربما يركضها غالبية الشعب الجيمني ما زالت هذه المواشية خصوصا نحن نتحدث أيضا عن ضعف في الواقع العسكري في الميدان منذ توقف الطيران يحاول الحوثيون أن يتمددوا بشكل أسرع ويفرغوا هذا الواقع على الطاولة طيب انطلاقا من النقطة السابقة التي تحدث عنها الأستاذ بسيط محايد ليس له علاقة وليس طرفا وإنما يستغل الضغط الدولي حول هذه المشاورات للضغط على الطرفين انطلاقا من ذلك أنت كصحفي كيف تقيم تفاعل الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي مع رؤى الوفد الحكومي في المشاورات وكذلك أيضا تعاطي سفراء الدول الثمانية عشر بهذا الخصوص أيضا أنا مع مصرح المحامي محمد ناجي علاو حول مسألة الأداء الأداء المتحدة أداء المم المتحدة حتى هذه اللحظة ربما نحن أو الوسط الشعبي الذي لا يستوعد ما هو دور الأمم المتحدة يعتقد أن الأمم المتحدة هي التي ستنقوم بكل شيء وبالتالي من الصعب أن نظل نجلد المبعوث الأممي والمبعوث الأممي يمارس عليه ضغوط أساسا على الطاولة بشكل مرعب أنت تتحدث إلى أطراف أساسا يعني تتعامل معك بهمكية فهذه الضغوط على الطاولة محاولة الصمود فقط أن تظل في وقت الوسط على طاولة كهذه أعتقد أنها من أفعب الأمور على المستوى الشخصي أولا نعم انطلاقا من هذه النقطة دعني أوجه سؤالي إلى ضيفي الذي ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ ماجد المذحجي مساء الخير أستاذ ماجد مساء الخير عزيزي أهلا بك أهلا بكم أستاذ ماجد أكثر من عشرة أيام وبهذه الضغوطات الكبيرة لم تدأ مشاورات الكويت الفعلية بعد وما يزال حديث عن جدول الأعمال ورؤى وما شابه إلى أين تمضي جولة الكويت وفقا لتصورك مرحبا بدايتا ومرحبا بالصديق العزيز غمدا يعني عشرة أيام انقذت وتخلق في الأخير بسقف التوقعات منخفض لكنها أيضا في ذات الزاوية في نفس الزاوية تقول بأنه هناك ضغط دولي على أطراف المفاوضات لإلزامهم بالبقاء والخروج باتفاق لحد لدنا لكن بالإجمع لا يمكن قراءة هذا التعثر في مساء المفاوضات إلا من زاوية تغلب في الأخير المآل السيء لهكذا الاتفاق واضح من البداية واضح من مساء عملية التفاوض أنه حدود إمكانية وفد الشرعية حدود منخفضة لأنه هو الطرف الذي يستطيع الساعل الأقليمي والدولي الضغط عليه باسترخاء بينما يراوغ وفد الحوطين وصالح للخروب بأي مكاسب سياسية طيب وفقا لذلك أستاذ ماجد هل ترى أن إعلان تعليق الوفد الحكومي لمشاركته في المشاورات خطوة على المسار الصحيح لمحاولة الموازنة في الأخير على كل الأطراف أن تستثمر الأوراق التي بيدها لكي لا تبدو ضعيفة على طاولة المحادثات أنا لا أفضل لأي طرف أن يعلق المفضلات لكن بدأ وفد الشرعية أنه بمسلوب الحلو لذلك عليه أن يمارس ضغط يستثمر فرص أو أخطاء خصمه السياسية على الأرض ولا يبدو الطرف المهزوم القرار أو مستلب القرار لأنه هكذا بدأ عليه قد تحسب هذه الخطوة بشكل جيد أو قد لا هذا سنستكشفه في كيف سيتعامل الأطراف الضاغطة على عملية التفاوض خصوصا الاتحاد العربي والمتحدة وأيضا دول الخليج العربي التي هي يبدو أنها تريد الدفع لاتفاق حتى أدنى لكن في الأخير يجب أن تدار مسائل مثل التعليق المفاوضات من استراتيجية لإبراع الدماء أمام الجمهور الغاضب من ما يبدو أداء سيئا لوفد الشرعية طيب سأعود أكثر إلى أداء وفد الحكومة الشرعية بالحديث معك لكن دعني أعود بنقطة أخيرة إلى الأستاذ غمدان اليوسفي أستاذ غمدان يعني وثقا لهذا التفاؤل الذي يبديه المبعوث الأممي في كل حين وآخر من هذه المشاورات ونظرا لما نراه من تقدم إذا ما كان يمكن الحديث عن تقدم في هذه المشاورات كيف ترى مستقبل هذه العملية التفاوضية إذا كان القراءة للمستقبل فهو قراءة للضغوط الذي تحدث عنها العزيز يعني ماجد فهذه الضغوط هي التي تحدث الآن المسار ولو أنها كما أيضا ذكر ماجد تحديدا أن هذه الضغوط ربما تصب يعني في العلعاتق الوفد الحكومي في الكويت ولا تذهب باتجاه الطرف الآخر أن الطرف الآخر ربما يملك الكثير في الميدان وفي المقابل أيضا عقليته تتصرف يعني بعقلية التي لا يختر شيء يعني أنت تتعامل مع طرف يعني في عقليته الزواجية أنه يملك كل شيء ولا يهمه خطرة كل شيء أيضا فهذه العقلية يعني تعبط بك على الطاولة ربما يعني ترهيقك ترهيق أعطابك ترهيقك نفسيا ترهيقك أمام جمهورك مع ذلك في الأخير يعني يبقى التماسق حتى هذه اللحظة هو سيد الموقف ربما محاولة الإمساك بخيوط بخيوط الاستفادة من اللحظة كما تحدث أيضا عنها هذه هي أهم النقاط التي يجب اللعب عليها خلال مرحلة المقبلة أشكرك أستاذ غمدان اليوسف يا الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت وعود إلى سيد ماجد المذحجي أستاذ ماجد يعني بنظرة المراقب والمحلل وكذلك الباحث السياسي هل لا عطيتنا توصيفا أو تقييما لأداء وفد الحكومة في المشاورات وكذلك وفد الحوثيين وفي نهاية هذه النقطة وفد يعني أو الأمم المتحدة كمنظم لهذه العملية التفاوضية يعني بداية هو واضح أنه مسار التفاوضات ومسار يشهد اختلالا لصالح جماعة الحوثي جماعة الحوثي كما أشار غمدان هي جماعة تراهن يعني تقامر إذا صح التعبير على عدم المسؤولية تقامر على أنه لا يوجد لديها ما تخشى عليه لأنه هي وضعت في الأخير المسار السياسي الوطني الوضع في اليمن كله على الحافة بمقامراتها من بداية هذه الحرب وبالتالي يدرك الأطراف أنه يجب التعامل بشكل حذر مع هذه الجماعة وهو ما تستثمر بشكل جيد وهي حسطات أن تخترق في الأخير جدار الصد الإقليمي والدولي تجاهها وأصبحت في مواجهة أو في لقاء مباشر مع أطراف كانت تتمنى التواصل معهم هذا أضعف الخيارات وأدوات الوضع الحكومي الذي هو ضنيا قراره يتقاسم قراره السياسي مع رعاة الإقليميين مع دول الخليج العربي الذي واضح والسعودية الذي واضح أنها ميالة في هذه الفترة إلى الوصول إلى تسوية ما يسلب الوضع الحكومي قدرته على إدارة مفاوضات بسقف مرتفع ولذلك بدأ كثيرا هزيلا أداءه أمام ما يبدو تعنت الحوثين وصالح وربما يمكن وصفه بالصفاقة السياسية التي أداروا بهالمفاوضات حتى الآن يعني أنت لا تدتي لمفاوضات لكي تقوم بالاعتصام في غرف الفندق أنت إذا كان لديك موقف مشبق كان يفترضا لا تأتي بالتالي هم أداروا مسار سياسي أضعف من صورة الوفد الدولي ومن الوفد الحكومي والوفد الحكومي إجمالا يبدو بدون مخيلة سياسية غير قادر على إدارة هذه المفاوضات حتى لو لهم يكون قرروا كليا الفاعل الأممي بالأخير لا يمكن لهمه كثيرا الأمم المتحدة طبيعة دور الممثلين الدوليين هي هذا ما نشهده مترددة تحاول جمعة بالحد الأدنى لا تستطيع اتخاذ موقف لكي لا تخسر طلع بالتالي العتب لا ينصب على في الأخير الفاعلين الدوليين الأساسين الذي قد يكون تقيم الوزن السؤال الأساسي هو يتم لماذا لا يتم استثمار الفاعلين القليمين ذوي الدالة على جماعة الحوثي صالح سلطنة هون كانت تلعب دورا حتى لو لعبت دورا ميسرا للحوثين لكنها بالأخير ضمن الأسرة الخليجية وكانت يمكن تشتغل كقناة ضغط الخليجين الحوثين الحصول تنازلت يبدو أن الفاعل الشرعية الشرعية لا تتعامل بشكل جيد مع هذه الورقة ومتحن تفتح قناة جيدة وفقا لذلك هل تحتاج هذه المشاورات حتى تزحزح من المكان الذي تحوم حوله هل تحتاج إلى المزيد من الخيال السياسي من قبل خيارات أخرى ربما لم يتم الحديث عنها من قبل بالضبط يجب استظهار الفرص والأدوات السياسية يعني وأوضح أنه على مدى عام نتحدث عن سلطرات أممنا على مدى عام كانت هي القناة الوحيدة المتددة مع الحوثين يجب تفعيل هذه القناة ليس من قبل الحوثين صالح من قبل الشرعية ومن قبل الفاعل الأممي هذه أحد أدوات الضغط التي قد تكون ملائمة لموارسة ضغوط لكبح جماح الحوثين وصالح أيضا يجب تنوي عن خيارات التفاوض يعني أقصد أنه إغلاق مسار المفاوضات بهذه الطريقة وعلى هؤلاء الأطراف واضح أنه لا يجدي حتى الآن لا يخلق فرص سياسية حتى الآن إلا إذا كان هناك ما يطبخ تحت الطاولة ولا يتم رؤيته لأنه عشرة أيام ليستحيل فقط أن تضل المفاوضات الاجتماعات والتأكيد هناك مسار فاوضات غير مرئي تفصح أن هذه الاجتماعات المتوالية ليس فقط من ضبعوث الدولي بل أيضا من السفرات الدولة الأوروبي السفرات والدول الخليج العربي الذي اكتمعوا لأول مرة بشكل رسمي تحدث لأنه غير رسمي قد حدث تواصل مع وفد الحوثين وصالح أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماجد المذحجي كنت معنا عبر الهاتف من صنع بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في ختامها أيضا تقبلوا تحياتي أنا واجه السمام في تقديم هذه الحلقة وتحيات محمد القاسم في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني لحين المتقى دمتم والوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة